ومن روح لقضية اليوم حيث تواجد مراسلنا أسامة العدوان في الشونة الجنوبية شارع الكفرين بالقرب من جسر ملك حسين أسامة صباح الخير شكاوة كثيرة ترددت حول هذا الشارع والشكاوة كثيرة أطلعنا إذا سمحت على حالة الطريق صباح الخير أشرف وصباح الخير مهند وصباح الخير لجميع السادة المشاهدين لبرنامج هذا الصباح بالفعل نحن متواجدون في محافظة البلقاء وتحديدا من لواء الشونة الجنوبية من طريق الكفرين جسر الملك حسين هذا الطريق تم وضع حجر الأساس قبل عامين وثلاثة شهور من الآن هناك شكاوة عديدة من المواطنين لتأخر الإنجاز في المشروع أيضا في شكاوة عديدة من قبل المواطنين حول الطرق البديلة التي تم اختيارها من قبل الشركة ومن قبل أيضا وزارة الأشغال سببت أزمات سير خانقة سببت أيضا مشاكل في طرق البديلة أيضا استخدام طرق بديلة فرعية أخرى للمشروع الآن للحديث عن هذه المشاكل ونسب الإنجاز وسبب تأخر المشروع وسبب تأخر الإنجاز في هذا المشروع دعونا نتحدث مع المهندس صالح العبادي مهندس الإشراف في وزارة الأشغال العامة الذي يتابع ويراكب المشروع أولا بأول صباح الخير مهندس صباح خير لكم جميعا على الوطن الجميل صباح الخير للجميع الله يعطيك العافية الله يعطيك الجميعا سيدي هناك شكاوى من قبل المواطنين حول تأخر في الإنجاز تأسوء العمل أيضا في هذا المشروع أيضا تأخر مشاكل عن الطرق البديلة التي تم اختيارها من قبل وزارة الأشغال العامة أيضا وشركة المنفذة في هذا المشروع ما الأسباب؟ حقيقة هذا المشروع هو مشاريع رائدة في الوطن الجميل طول المشروع تقريبا 12 كيلو ونصف بكلفة إجمالية تقريبا 11 مليون دينار قبل أن نغلق الطريق في بداية عام 2016 تم تنفيذ تحويلات مرورية عدد أربعة منها طريق الراما الكفرين الجوفة بطول 5 كيلو وطريق الروضة بطول 1 كيلو وطريق المغطس بطول 5 كيلو وطريق الجواس بطول 4 كيلو كلفة هذه التحويلات المرورية بحدود 3 مليون دينار وتم تنفيذ هذه التحويلات بشكل حضاري مع تأثيثها بوسائل السلام المرورية اللازمة من شواخص وادهانات وعواكس أرضية بحيث أنها لا تؤثر على طبيعة العمل وتخدم المواطنين ومرتدين هذه الطريق سواء كانوا مقيمين في المنطقة أو زوار المنطقة حقيقة حجم العمل كبير جدا وطبيعة العمل مش سهلة وحالة الطقس الحرارة العالية اللي بتواجهنا عدمها في المنطقة وزيادة الكميات في العطاء في التنفيذ هذه من الأسباب اللي أخرت شوي ولكن إذا سألتني شخصيا في طريقة تنفيذ المشروع يبدو الجهد قدر المستطاع وتقريبا يعني خلال شهرين تقريبا سيتم تنفيذ خلطة أسفلتية لما طوله 2 كيلو نص من منطقة إغلاق الجيش وحتى مثلثة الروضة وبكون يكسهلنا على المواطنين وإحنا إغلاقاتنا إغلاقات جزئية لم نغلق الطريق كلها كاملة 12 كيلو نص إنما كل 2 كيلو نغلقها مرة واحدة ومن ثم منسهل على المواطنين الراجع من المواطنين التعاون معنا في هذا الموضوع قدر الإمكان لأن هذا المشروع يخدم مواطنها بالدرجة الأولى وخدمها الوطن إن شاء الله هناك شكاون المواطنين حول الآليات الثقيلة والشاحنات التي تستخدم الطريق البديل اللي هي طريق الرامة باتجاه عمان وباتجاه البحر الميت كيف يتم إلزام هذه الشاحنات إنها تمر أحد الطرق البديلة وليست الطريق هاي نعم صحيح هناك طريق البديل لهذه الشاحنات الكبيرة وخاصة من منطقة جسر ملك حسين ستقوم بسلوك طريق المغطس والذي هو تحت الإنشاء حاليا سابقا تم إنشاء مطول 7 كيلومتر خلطة إسفلتية والآن يتم تحسين هذه الطريق بطوله تقريبا 2 كيلومتر لإبعاد الشاحنات والشاحنات الثقيلة عن منطق جمعات سكانية وأعتقدها خلال شهريين سيتم تفيد ذلك إن شاء الله شكرا 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 مهندس الآن دعونا نتحدث مع المهندس عاطف بطاينة هو المهندس المنفذ للمشروع المهندس المنفذ للمشروع على أرض الواقع دعونا نستطلع ما هي المعوقات التي يواجهها أيضا خلال تنفيذه لهذا المشروع دعونا نستطلع نسب الإنجاز أين وصلت لهذا المشروع صباح الخير مهندس صباح الخير صباح الوطن الجميل صباح الخير على كل سادة المشاهدين الله يعطيك العافية سيدي نسب الإنجاز في هذا المشروع وما هي المعوقات التي تواجهك إثناء التنفيذ لمراحل المشروع أيضا يعني مثل ما تحدث الزميل المهندس صالح العبادي هذا المشروع مشروع الأغوار الجنوبية تقاطع الكفرين بطول 12 كيلو ونصف متر تقريبا تم تنفيذ عدد من تحويل مرية بكل في 3 مليون دينار تقريبا الآن هذا الطريق في مجموعة من العوائق التي تعيق العمل بالمشروع من أهم هذه العوائق أولا مجموعة من أنابيب الري لري مزرعات المواطنين على جانبي الطريق وتمت موافقة من وزارة الأشغال العامة والإسكان على تنفيذ المرحلة الثانية من هذه البرابيش وبكل فيت حوالي 600 ألف دينار سيتم المباشرة فيها قريبا لفتح منطقة جديدة في المشروع أشجار السلم المتواجدة على جانبي الطريق وهي من أكبر العوائق التي تعيق العمل بالمشروع حيث أن هذه الأشجار أشجار كبيرة ذات جذور عميقة في الأرض وإزالة هذه الأشجار ليست بالعملية السهلة في ظل وجود برابيش الري لري مزرعات المواطنين على جانبي الطريق سيتم التعامل مع هذه الأشجار وإزالتها وحيث صدرت موافقة من وزارة الأشغال العامة على إزالتها من أهم العوائق الأخرى التي تعيق العمل بالمشروع الأشجار الحرجية الموجودة على جانبي المشروع هذه الأشجار تم دفع كلفة إزالتها من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان لمديرية الزراعة وللأسف لغاية الآن رغب المراجعات المتكررة لم يقوموا بإزالة هذه الأشجار شكرا عطوفتك شكرا نعم زميلي أشرف هذه أبرز التفاصيل حول مشروع طريق جسر الملك حسين الكفرين أيضا هذا الطريق كما تحدث المهندس عماد بطاينة ونسب الإنجاز فيه وأبرز المعوقات هذا الطريق يخدم مناطق عديدة منها منطقة الروضة ومنطقة الجوفة ومنطقة الرامة ومنطقة أشونة وصولا مرورا إلى جسر الملك حسين أيضا هو باعتبار بوابة الأردن اللي يربطها في الأراضي الفلسطينية هذه أبرز التفاصيل الآن دعونا نستعرض بعض اللقطات المباشرة لعملية إعادة الهيكلة والصيانة وتنفيذ المشروع ثم أنقل الكلمة لكم في الاستوديو بدي أشكرك وسامة على كل هالتفاصيل وسامة العدوان مراسل رؤية كنت معنا من الشؤون الجنوبية طريق الكفرين جسر الملك حسين شكرا لك